يا جماعة تذكرون اللعبة الأسطورية محاكي محل السيارات أكيد يا سيدنا تذكرها سلسلة جدا رهيبة يا والله أنها رهيبة ويا جماعة نزل تحديث كبير للعبة غيرها بشكل كامل فالحين عدنا مدينة جديدة عدنا سيارات جديدة عدنا أشياء جدا جديدة في اللعبة المهم بإذن الله اليوم راح نجرب اللعبة وإذا عجبتنا وعجبتكم بإذن الله أنسوا لها سلسلة لهذا إخوانا تسللوا اللايك اشتركوا معنا في القناة وتابعوا زر التنبيهات ولا تنسونا بنوصل ل 23 مليون يشترك فاشتركوا معنا في القناة ويلا على طول خلنا نبتري في حلقتنا و بسم الله يا جماعة خلنا نبتري مع بعض على طول في البداية المهم يا جماعة الحين نبترينا البداية الفعليا تعارفين تذكرون إخوان المحل حقنا طايروا فوق طبعا حين الجرافيكس تغير المكان تغير تذكرون كان محلنا تقريبا في مكان جدا واسع كان منطقة خضرة وجبال لا الحين محلنا صار في وسط المدينة فهذه أول أول شي عدنا المهم أول مهم ما توقع أن احنا محتاجين ننظف المكان اللي موجودين احنا فيه فخلنا ننظف محلنا اللي راح يكون إن شاء الله محل جدا أسطوري طبعا على حسب دعمكم يا تابعونا أن احنا ننسوا حلقات ولا لا أنا ما هذا صراحة أنا عن نفسي راح أشوف يا تابعونا أن نسوا هذا الشيء راح نسوي إن شاء الله المهم ننظف نحن الأشياء هذه خلنا نبتلي إن احنا نشيل أشياء بعد اللي موجودة هني نشيل اللي فوق ووين الباب آه هني بعد هذا أوكي خلنا نشيل هديه لبعد حلو باقي شيء واحر النظفة باقي شيء السيارة أوكي شلنا السيارة جماعة بالطريقة هذه خلصنا أول مهمة عدنا وهي تنظيف المكان أحين شيء الثاني يابعونا إخوان نروح لكمبيوتر حقنا فالكمبيوتر حقنا موجود في هذا المكان خلنا نضغط على طول أول شيء يابعونا نسوي يابعونا نروح لهذا المكان لا سيد هم مش يابعونا تسوي ثواني ثواني أنا شوفك حاطي اللي علامات بس ما أدريش موضوعهم ثو إيهري خلنا نشوف وش المهمة تقول أوكي نحتاج اسم للمحل الخاص فينا فإحنا محتاجين جماعة نروح للكمبيوتر تالي أوفيس اديت مود اللي هو هذا ومن هنين يقدر نحن نعدل الاسم الخاص بالمحل حقنا فنضغط على طول هنية جماعة ونسمي المحل حقنا فراح أسميه سيد سكاس طبعا يمديني نحن نكبر الاسم بالطريقة هذي شو صار في الاسم؟ اه دقيقة اي اه دقيقة غلنا نكتب الاسم من جديد المهمنا يمديك تصغر لو حبيت انك تصغر يمديك انك تكبر يمديك تسوي أي شيء يمديك تتقرب الحروف من بعض بالطريقة هذي فانا المفروض نبخليه بالطريقة هذي وبخلي الاسم باللون الأحمر مثلا فحين سوينا لا نسيه جماعة فوق حاليا لو تلاحظون عندنا 7490 دولار لازم نحاول نحن نستثمرهم بشكل صحيح في اللعبة عشان نقدر نحن نشتر سيارات ونبيع بعفنا في الوقت المهم خلصنا المهمة هاي طبعا اللي عندنا وضبطنا المفروض الاسم فالحين الشي اللي نقدر أسويه جماعة اني أفتح المحل الخاص فينا اقدر اني أضغط هذي وافتح المحل والله شكلها جدا رهيب عشان المحل مفتوح واذا طبعا لفيتها راح يسكر المحل عندنا طبعا من الأشياء أيضا اللي نقدر نسويها نقدر نحن نروح للمحطة علشان نقدر نحن نتنقل بشكل سريع نقدر نحن ناخد سيارة ونتمشى في المدينة ونستكشفها بس عشان المهمة تقول او شي اللي يبون نعلمون عليه ان نحن نروح جماعة للمنطقة هذي ونختار المكان اللي احنا حابين ان نحن نروح له المفروض ان في مدينة ضار كبيرة نقدر نحن نروح لها وفي عدنا ميناء وايضا في عدنا شاطر نقدر نحن نروح وايضا نقدر نحن نروح للكرفان ففي اشياء كثيرة نقدر نحن نروح لها فحين الشي اللي انا بسوي ابا اروح لي مثلا الحارة خلنا توجه للحارة فالباس يجي اوكي الانتقال ما عد مثل السابق فجأة تغمط فتح تلاقي لها في مكان ثاني لا في باس تركب الباس هذا وتروح للمكان فحن حين جينا للحارة وفي بيت للبيع قولي ان انا اقدر اشتري البيت هذا لان انا جدا الصوري المنوع لانه احيانا في الحارة صح في مجموعة من السيارات نقدر نحن نلقى سيارة ونشتريها يعني مثلا عندنا هاي السيارة السيارة بشكل عام يبين عليها سيارة زينة يعني ما فيها اي مشاكل يا جماعة خلنا نشوف مع بعض ايه السيارة يبين عليها زينة ما فيها اي حادث ما فيها مشاكل فخلنا مثلاً نكلم الشخص اللي موجودني بس دقيقة يا جماعة للمعلومة اللعبة فيها لغة عربية لكن ما أدري مضبوطة ولا أعتقدنا مو مضبوطة يبينا لأننا نحن نجرب إن شاء الله مع لأنه خلني دقائق بس بجرب اللغة العربية بشوف مضبوطة ولا الروح ستينجز الروح لا مو الأوديو الروح هنا ونختار اللغة العربية ما حسنا مضبوطة بس خلنا نشوف Arabic أو Arabian المهم سيف خلنا نشوف يب الكلام مو مضبوط ما أعرف راح يضبط مع الوقت ولا لا بس يبيه لهم يحسنون اللغة حالياً اللغة مو مضبوطة فإذن أتمنى يجبون تحديث يضبطون لنا اللغة فراح يرجع على طول اللغة الإنجليزية حالياً المهم معلنا خلنا نشوف مع بعض السيارة طبعاً إحنا عدنا هذه السيارة السيارة هذه السعرها يقول 4500 كبداية إحنا مو مفتيو حالنا خاصية إننا نحن أنفاوض لازم ألفل شوي تالي أفتح خاصية المفاوضة وأقدر أفاوض حين يا أني أشتري يا أني ما أشتري المهم السيارة هذه ماشية 128000 كيلو متر الموديل حقها 2006 فخلونا نحن نشتري السيارة هذه نقدر نحن ناخد نظرة على السيارة بالطريقة هذه بس الشكلي راح أشتري يا جماعة الشكلي راح أشتري أول سيارة يقول لي المبروك عليك السيارة فاشتريناها أتذكر في السابق كنا نضغط هنا في الأمام كان يطلعنا السيارة فيها مشاكل ولا لا حالياً ما أدري حالياً ما يطلع لي بالضبط إذا السيارة فيها مشكلة ولا لا المهم الكاميرا لحين يقدر نغيرها أوكي أوكي في من الداخل يوالله في من الداخل إلى حد الحين المهم الحين طبعاً المهمة تقولي سيد روح ما أقدر ألف أوكي ما أقدر ألف الكاميرا ما أدري ليش أو لا يمدي يمدي ألف الكاميرا أوكي الحين نحتاج أن نحن نوديها المحل حقنا بس دقيقة يتذكر في السابق أن الوديا المصلح يمكن ما يحتاج يمكن ما يحتاج علي تحال الحين أنا محتاج أن أنا أجيب السيارة وأوقفها في المحل يعني هنا والله المحل حقنا صغير كبداية وقف الموتر انزل من السيارة فحين وصلنا السيارة للمحل حقنا كيف نقدر نبيعها؟ هذا الشيء لازم نشوفها حين مع بعض فخلنا نجعلها طولة جماعة هني ونروح إلى الويب بيج ممكن ايه ونضيف سيارة صاح أتذكر أننا كنا نصور السيارات عين كيف أقدر نصور السيارة دقيقة؟ والله ما أدري لا فيه جوال مثل السابق ولا لا خلنا نتأكمل الكنترول والله ما أعرف ما أشوف أي شيء أخص الجوال لأننا نذكر في الجزء اللي طاف أو بالأصحة قبل التحديث كان يبديني أننا نصور السيارة ونحط الصورة حقها السيارة ونبيعها شوف فيه خانة صور فيه خانة صور بس ما عندي صور أنا حاليا السيارة نضيفها 100% ما فيها أي حادث ما فيها أي مشاكل نقدر أننا نحنا يا جماعة نبيعها بدون ما أحط صورة انزل السيارة هذه كم راح نحط سعرها؟ أنا اشتريتها بـ 4500 وش المنطقة اللي لازم أسوي؟ أنا توقع أني راح أبيعها بـ 56000 6000 6000 اللي حاب يشتري السيارة حطينا السيارة ع طول للبيع على ما يجينا أحد أنا خلني أحاول أكتشف وش الزر اللي ممكن يطلع الجوال بـ شنو هاذا؟ فيوز والله في ناس جو والله في ناس وجو سلام عليكم هلو والله أوكي جو الناس خلنا نشوف مع أول أخت عنزين الأخت حابة نشتري السيارة بنفس السعر أوكي بنفس السعر بيعنا السيارة جماعة بـ 6000 دولار معناته شنو؟ معناته أنه نحن طلعنا ربح من أول يوم إنزين خلصنا اليوم هذا الحين أحاب أني أنا أنام سكر المحل يا سيد سكر الباب وسكر هذا وأنا وين راح أنام؟ في مكان هناك أقدر واللهي أقدر أني أروح مشي المهم الكرفان حقنا ما وجرنيه اليوم أنا راح أروح مشي ممكن في المستقبل أني راح بالسيارة يعني بس دقيقة في مرتفع هنا وفي أعمال بناء هذا المكان لساكن فيه أوكي أنا ساكن فيه هذه المنطقة هذا البيت حقيه هل بيت حقيه ولا لا؟ دقيقة ليش العلامة برّة؟ المهم ما علنا ما علنا هذا يا أخوان الكرفان حقنا هذا المكان راح ننام فيه فالمكان بشكل عام مكان بسيط فيه ثلاجة عدنا هني ثلاجة هاي ولا خزنة؟ جماعة ثلاجة ولا خزنة؟ توقع ثلاجة المهم؟ خلونا نأ ألو؟ ألا؟ ألا؟ تكفى تكفى يا عمي تكفى لا بليس خلنا خزن جماعة علقت علينا اللعبة أوكي جماعة رجعت تقريبا باللعبة وبعت السيارة مرة ثانية من جديد طبعا خلانا نعيد من بداية اليوم حلو؟ ليش؟ راح نستغل الوقت نحن أيضا نروح ونحاول نشتري سيارة جديدة طبعا الحارة مو بعيدة عنها لو تلاحظون المحل حقنا مثل ما قلت لكم قريب جدا في الحارة على طول يعني ما يحتاج أن أروح بالباس هذا أو شي أقدر أن نروح بنفسي بالطريقة هذه وشو السيارة؟ هاي غالي أتوقع خلنا نحاول نلقى سيارة سعرها أقل من 9000 دولار هاي ب13000 للأسف ما أقدر أفاوض والسيارة جدا سعرها غالي هذه أتوقع أن فيها مشاكل شوي السيارة أبرم مطبيعية فيبين عليها أن فيها بعض المشاكل خلنا نشوف الطيب هذا إذا ممكن يبيعنا السيارة بسعر زين 13 لا يا حبيبي ما عند المبلغ هذا خلنا نشوف هاي يبيعون هذه لا لا عكيد سيد لا يعني اشتبي فيها خلنا نكمل طريقنا طبعا هذا توقع البيت آه هني قبل شوي وصلنا والله يا جماعة قريب ما يعني ما كان لداعي نهائيا أن أروح بالباس أقدرنا أجي مشي للسيارات وكل شي المهم خلنا نشوف هذا سلام عليكم أبي سيارة أقل من 9000 كم عندك 4900 حلو راح أشتري يا جماعة السيارة هذه هاي ثاني سيارة راح تكون عندنا فيها مشاكل فيها شي يعني ما يبيعنا فيها مشاكل بس ما عاد الموضوع مثل السابق أن أنا أقدر أشوف إذا السيارة فيها مشاكل ولا لا علي تحال اسمع 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 والله السيارة صوتها رهيب المهم الحين أنا وين رايح سيئة وين قاعدة تروح اسمع والله صوت السيارة أسطوري هذا وين سيئة وين رايح اسمع صوتها رهيب خلنا حاول نرجع للمحل حقنا اخوان سيارة درفت هذه سيارة تفحيط وهذا محلة تصليح أتوقع أننا ما نحتاج حاليا خلنا نحاول نبيع السيارة هذه ونشوف كيف راح يكون الوضع المهم أرجع ريوس على طول ووقف وهني خلنا نعرض السيارة يا جماعة المكان المكان حقنا ضيق بزيادة حرفيا ضيق خلنا حين نروح ونجهني ونعرض السيارة هذه بعد للبيع طبعا السيارة راح نشتري لها بـ 4900 تمام السيارة يبين أنه ما فيها مشاكل الكل شي فيها تمام الحمد لله فما توقع أنها راح تكلف يعني ما راح تكلف شي ما راح نصلحها فراح أعرض السيارة هذه بـ 6000 بعد فتخيل نبيع أيضا السيارة بـ 6000 راح يكون شي جدا 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 ممتاز فهي ثاني سيارة عدنا بس عفو عسو 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 ما حكيت فيها بس لا لا الحمد لله ما حكينا فيها جماعة سواك سواك أيوه يا جماعة احنا عدنا هذه الفرارة نقدر نشتري جوال نقدر نشتري أشياء نظفية نقدر نشتري حق التغسيل نقدر نشتري عصية نقدر نشتري مطرقة في أشياء نقدر نشتريها فأنا حاليا ما معاي جوال الجوال راح أفيدني بالمشروع كيف نقدر نشتري؟ أنا سلام عليكم كيف نقدر نشتريها صراحة ما أدري فالمهم خلنا نشوف الأخت كم حابة تشتري السيارة يارا بتشتريها بسعر ممتاز يعني ستالاف إذا قاعد تفكر تقول تبي تشتريها بخمسة تالاف ومئة أنا اشتريتها بأربعة تالاف وتسعمية لا ما راح أبيعها يعني ما أقولها أبيع السيارة بربح مئة مئة بس مئة دولار لا مستحيل سعر جدا نازل أنا ببيع السيارة بربح ممتاز الحين السؤال يطرح نصد معنا نحنا عندنا خريطة حرف الأم ما يطلع لي خريطة هني في خريطة لا ما في خريطة أشوف يوه السلام عليكم ش السالفة يا عمي ناس قاعد تصلون تسأل الناس ش السالفة ليش دخلك خي ملقوف ملقوف ضروري لازم نحاول نعرف يا جماعة كيف نقدر نحنا نشتري جوال عشان نيرا نحن صور راح فينا إن شاء الله في المشروع هذا بعدش موضوع يالي يا طيب ش سالفتك انت هذا هوملس كم نقدر نعطي خمسمية والله آسف ما معاي خمسمية معاي بس يعني ما قدر يعطيك هالكثر والله مبلغ جدا كبير لحد الحين مشروعي جدا صغير وساكن في عربة المهم هذا الحبيب كم حاب يشتري السيارة خلنا نشوف بالمبلغ كامل لس جو خلنا نبيع وكسبنا مبلغ حلو حاليا صار معان عشرة آلاف دولار مبلغة جماعة جدا رهيب انزين بما إن حاليا ساحة أربع العصر ما زال يمجينا نحن نشتري سيارات وطبع الحارة كبيرة فعدنا هذه المنطقة لو تلاحظون في محلات ماذا لو مثلا من هنين يقدر نشتري السيال الجوال ما عرف هذه واضح إنها غالية يا رب يا رب عشرة آلاف خلنا نشوف كم رح يكون 22 ألف نقايز سيارة جدا غالية جماعة ما راح نقدر نحن نشتريها خلنا روح نشوف سلام عليكم يا جماعة كيف حالكم خلنا روح نشوف هذا يبيع شاحنة شاحنة ممكن يكون سعرها زين خلنا نشوف شاحنة كم سعرها يا أخت سبعة آلاف سبعة آلاف دولار يعني ممكن أبيع بحشرة آلاف راح نكسب مبلغ رهيب راح أشتريها إذن يا جماعة راح نشتري السيارة خلاء أشتريها ألو قلت بأشتريها ممكن أشتري إي أوكي اشتريت يا جماعة اشتريت يا حبيبي السيارة خربانة من البداية قاعد تمشي لحالها المهم يا ساتر ألو ألو وش الصوت هذا المهم أخذنا السيارة ومشين والله ثقيلة والله ثقيلة صح هذا محلي هذا محلك يا سيدي شفيك لا تضيع لا تضيع زين هاي كيف راح أوقفها ما في مكان في كاميرا توقع من فوق هذه امشي شوي قدامه هني ارجع يا حبيبي ما ترجع اي لا تزمني لا تزمني هاي اللي قاصر بعد توني توني مغزي السيارة جليل هاي اللي لا فيه مشاكل ولا لا المهم صارقوا ما فحصتها زين بس وقف هني ما في مكان ما في مكان أقدر أعرضها ولا لا خلنا نشوف دقيقة يبدينا أعرضها أوكي مثل ما قلت لكم راح أعرضها بعشرة آلاف أكي عشرة آلاف دولار بالضبط أعرض السيارة للبيع بدون لا جوال ولا شار دقيقة بس سيد انت عندك أشياء كثيرة موجودة هني في الكمبيوتر شوف ايش طالفتهم أولا عندنا هذي هذي منطقة التطويرات أتوقع من خلاله نقدر نحن نكبر المحل الخاص فينا شوي شوي مثل 2500 راح يكبر شوي سبعة آلاف وخمسين راح يكبر أكبر وأكبر وأكبر هني نقدر نشتري أشياء ديكورات خاصة بالبيت حقنا لا احنا ما أعتقد حين بديكورات للبيت مو وقت نهائيا في حجاي في حجاي رقيقية هذي شون رح لها السلام عليكم حابة تشتري سيارة يا رب يا رب عشرة آلاف يا رب تكون ثمائة آلاف خمسمية لا المبلغ مو زين على أقل تقدير 9000 راح أبيع السيارة المهم هذا المكان في الصور المكان اللي بعده في تعديل المحل حاليا ما نجير نحن نعدل المحل في الوقت الحالي نقدر آه هاي شونه بالضبط ماذا يتوقع نتو سيرفس نقدر نسوي وهذه يا جماعة اللعبة اللي تتحرك حرفتوها يا جماعة اللي ترقص قدام المحل بثمانين ألف دولار يا ساتر يا رب يا عمي أنا من وين لي أنا جوال ما معاي جوال ما معاي إلى حد الحين ما جاءنا زبون نبي زبون غير يجينا للسيارة هذه عشان نبيعها وصل 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 الزبون اللي بعده هالة بالحبيب سلام عليكم هالة بالحبيب السيارة بعشرة آلاف كم حاب أنك تشتريها ثمانية آلاف ثلاثمين يا الله نبيع نشترينا سبعة آلاف يعني راح يكون عندي ربح ألف وثلاث ألف ومئتين تقريباً خلنا نبيع خلنا نبيع جماعة ونسكر المحل بعد اليوم الجميل هذا يوم جداً ممتاز بيعنا ثلاث سيارات مع أن اللعبة علقت علينا قبل شوي يا رب ما تعلق علينا الحين بعد لأن حرفياً ما نبي مشاكل نبي يعني أمورنا تكون تماماً فنمشي للبيت حقنا خلاص حفظنا البيت حقنا ما يحتاج أننا نستخدم التكسي عشان ما ندفع فلوس أو بالأصاح الباص عشان ما ندفع فلوس ما يحتاج فنجع لطول الكرفان حقنا تعالي هذه المنطقة بس قبل لا قبل ما أنا أنام بخزن احتياطاً لأننا قبل شوي طبعاً جبنا العيد فلأمواجنا اللعبة خربت علينا أوكي يا جماعة على الأسف اللعبة تعلق لما نام ليش؟ أوكي رجعت بالتخزينة وإذا علقت اللعبة يعني عدنا مشكلة كبيرة يا جماعة بسم الله الرحمن الرحيم أوكي الحمد لله إخوان نمنا أول يوم الحين احتياطاً كل مرة لازم أخزن قبل لا أنام لأنه ظاهرنا في مشكلة في اللعبة مع النوم فالحمد لله إخوان دخلنا يوم جديد شطايرة حين؟ أو يلا صباح خير عمي اللعبة تعلق يلا صباح خير صحينا مع يوم جديد النار موجودة هنا وخلونا يا جماعة نروح ونتوجه للبيت نشينا بس لو تلاحظون في عدنا على يسار شعار ما أدري كان يبونا ننظف صراحة مو متأكد خلنا نسوي اختصار مثلاً نمشي من هذا الجهة ونروح ونشوف المحل حقنا كيف وضعه وش الموضوع فهذا هو محلنا أنا ما أشوف أي وصلا لا فيه في كيس في كيس الله يكرمكم حق زباله هذا هزين هزين الشي لهذا وانا وديه هني حلو ونظفنا في شي تنظف يا عمي ما فيه شي شنظف هذا أوكي خلنا نشيله ونودي دعبا ما أدري بعدها فيه شي زيادة أوكي حلو خلنا نشوف هني داخل ما فيه شي هنا هني هني والطم هم حاطين لي أنه بعدنا نحتاج النظف بس أنا ما أشوف شي صراحة علي تحال أنا ما أدري شو الموضوع ميقع يقولي نظف بس أنا ما أشوف شي صراحة يحتاج أي تنظيف فإذا ما رحت أفتح المحل للحين خلونا نروح نشوف مع بعض السيارات عندنا 11 ألف لا هذه غالية هذه كلاسيك غالية توقع بمبلغ ما يقل عنه 20 91 ألف يقولك 20 سلام عليكم رح أجيك إن شاء الله بعد ثلاث حلقات إذا إن شاء الله سويناها سلسلة بإذن الله أجيك هنا ونشتري السيارة هذه اللي بعوش اللي وضع التعبان هذا السيارة مصبوغة يا طيب هاي سيارة مصبوغة طيبة ثلاثة ألف 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 السيارة وضعها جدا صعب للمهم رح أشتري السيارة أنا هذه بشتري اشتريناها تمام خلاهني 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 خلنا نروح نشوف بعد السيارة الثانية اللي بعده عندنا بي أم كم حاب 17 ألف سلام عليكم يا طيب خلنا نروح للي بعده ونشوف هذا وش عنده هاي غالية بعده تقريبا نفس السيارة قبل شوي فراح تكون أغلى توقع 19 ألف يب سيارة غالية ما يبي سيارتكم صدية أنا ما تصاب غنبها الطريقة ولا السيارة مصدية خلنا نكلم يا الحبيب سيارتكم صدية هذي بكم رخيصة المفروض 14 ألف انقلع انقلع خلنا نروح نشوف اللي بعده السلام عليكم هذي لا هذي غالية 100% اللي يبيع هاي هذي هاي قديمة هذي قديمة 100% السعرها ما راح يكون جدا عالي السيارة فيها طبعا بعض يقول ما فيها مشاكل هو 4100 راح نشتريها اشترينا سيارتين حطوا في بالكم يا جماعة خلنا نروح نودي السيارة طبعا اوه اقدر اوديها اوكي ودينا محل التصليح السيارة الاولى والسيارة الثانية راح اوديها بنفسي بس دقيقة لاش وديها محل التصليح سيد حرفيا ماذا لاش وديتها محل التصليح يا جماعة السيارة ما فيها مشاكل اللي فيها مشاكل هذي اللي هني دقيقة وينها مو هذي هذي هاي فيها مشاكل هاي مصبوغة هاي سيارة جماعة مصبوغة علي تحال خلنا الحين نروح هذه منجرب أن نحن نعدلها نضبطها شوي لأننا فيها مشاكل تمام فعندنا القراج موجودة هني كيف الحين أتوقع أني أجي هني ونوقف وقف السلام عليكم يا طيب فيها مشاكل السيارة صلح حلي تمام خلنا نروح للسيارة الثانية نتوقع فيها مشاكل لا يقول لك ما فيها مشاكل السيارة هذه خلنا ناخذ آه دقيقة في حركة انزل شو فيه كار آه أقدر أن أحط بنزين أوه هني بينا السيارة في مشاكل لا ما في مشاكل خلنا ناخذها الحين ونروح نوديها للمحل عنا تسير لا تظم في محل هناك في يا جماعة هناك محل سيارات أتوقع أتوقع أن يبيع السيارات الفخمة فممكن نحن نروح له في المستقبل علي تحال خلنا نوقف السيارة راح أوقفها طبيعي آه وقفها حلو هاي سيارة الأولى والسيارة الثايرة هتصلحها الحين أتوقع أن يبيعها صبغ بس ما أعرف إذا في مكان ثاني هو مختص بالصبغ أو لا طيب يصير تصبغ للسيارة أهمي كيف السيارة مصبوغة كيف وش يسوي فيها هذه يبيعها صبغ بس ما أعرف وين بالضبط نقدر نحن نصبغها فممكن يكون في مكان ثاني خاص بالصبغ تذكروا يا جماعة كان يملينا نحن نصبغها إذا ما خافضني قبل التحديث هذا في حرفية ما أدري يشتوقهم بالضبط وقف وقف خلنا ننزل عندنا سيارتين نقدر نحن نعرضهم فخلنا نشوف مع بعض السيارة الأولى سعرها 3400 شوفوا يا جماعة الأماكن هذه مصبوغة في السيارة ما راح أجيب لنا مملك جداً كبير كان مفروض نحن ناخذها ونصبغها كنا تكون بلوم واحد المهم السيارة هذه راح أعرضها ب5000 دولار ما تسوى سعر أكثر من هذا والسيارة الثانية وينها؟ هاي السيارة الثانية راح أعرضها ب6000 السيارة ما عليها أي صبغ نهائياً وما فيها أي مشاكل 6000 يا سيد وبوم حطيناها سيارتين حين عدنا والمفروض نحن نبيعهم ويجيبون لنا السعر ممتاز بإذن الله لكن بشكل عام توقعنا نحن راح نوقف هنا خبروا يا جماعة هل تبعونا نرجع السلسلة هذه ونستمر فيها نكمل فيها كتبوا لي تحت لايك واشتراك تابع المقاطر هذه سلام